صباح الخير يا ثاني يعطيكم العافية حبايبي اليوم رح يكوني عنا استخراج قواعد من درس النملته والنشيطته افتح لكتابك صفحة 6 وخمسين صفحة 6 وخمسين طيب الآن يا ثاني رح نستخرج القواعد لموجودة بدرس النملته والنشيطته نيجي لا اول اشي نستخرج اسم عرفنا يا ثاني اسم ممكن يكون اسم انسان ممكن يكون اسم حيوان ممكن يكون اسم جماد اللي هو عندنا ثاني هنا النملته اسم الطعامة اسم الشتاء اسم الجندب اسم النملته ايضا هون اسم اذا اسم تكتب يا ثاني النملته الجندب الطعامة فعل حكينا الفعل يا ثاني هو أي عمل بتقوم فيه أي عمل أنت بتقوم فيه بحكي عنه فعل درس فعل قرأ فعل لعب فعل دخلا فعل خرج فعل إذن هون فعل اللي هي يأكل فعل الجندب قاعد بوكل يساني يلعب فعل يغني فعل جماعة فعل إذن تكتبوا لي جماعة ويأكل ويلعب نيجي لللام القمرية اللي هي الجندب الجندب وعلى طول بتطلع اللام يساني بتلاقي عليها سكون بتحكي عنها لام قمرية اللام الشمسية بتطلع الكلمة بتشوف اللام إذا ما عليها سكون فيش عليها سكون يجي ورها حرف علي شدة على طول بحكي إنها لام شمسية عنا النملته الطعام النشاط إذن هاي هاي ثاني النملته الطعام وعنا كلمة النشاط هاي اللام شمسية حرف جر واسم مجرور حرف جر واسم مجرور طبعا ثاني انتو بتكونوا حافظين شو هم يحروف الجر من الى عن على في الباء الكاف هذول اخذناهم ايا ثاني بيجي بعديها اسم مجرور وبتكون حركته دايما الكسرة عنا لهي الى وعنا النملتي الى النملتي شايفين الكسرة اذا على طول هاي الى حرف جر الكلمة مباشرة اللي وراها رح تكون اسم مجرور نحكي عنها اسم مجرور والحركة دايما الكسرة نيجي البعديها يا ثاني رقم ستة كلمة فيها حرف مشدد يعني اي كلمة عليها شدة اي كلمة عليها شدة يغني النملة والنشاط الطعام تنوين فتح اللي هي عبارة عن فتحتين يا ثاني شايفينها فتحتين جائعا وشيئا هايها شايفينها يا ثاني هي شيئا وهي جائعا تنوين ضم هايها يا ثاني تنوين الضم قادم قادم همزة وصل حكينا يا ثاني همزة الوصل اي كلمة بتكون معرفة بي بحكي عنها همزة وصل اي كلمة بتكون معرفة بي بحكي عنها همزة وصل يعني العمل همزة وصل الشتاء همزة وصل الجندب همزة وصل النملة همزة وصل طبعا احنا شرحنا سابقا عن همزة الوصل والقطع يا ثاني همزة القطع بتيجي بداية الكلمة وعليها اشارة الهمزة هاي شايفين هاي ثاني هاي بتكون موجودة ا اططه ا اططه اذا همزة الوصل اجمع اجمع هاي هاي ثاني اجمع اجمع الطعام اجمع هاي همزة وصل همزة وصل بالاضافة زي ما حكي هنا اي كلمة معرفة ب ال بحكي عنها همزة وصل همزة قطع اعطته نيجي للصفحة الثانية يا ثاني صيغة مؤنث يعني اصيغة بالدل على المؤنث او التأنيث اللي هي جمعت يا ثاني جمعت وقالت كلمة تنتهي بتاء مفتوحة نفس الاشي جمعت ودخلت شايفين هاتا هاي تاء مفتوحة كلمة تنتهي بتاء مربوطة فائدة هيا شايفنا